قلت لك أنا الآن من جملة آلة في حديث لأحد الصحف ناصر مان أول ما جيه أول ما رجع من الصحف واتجهت له نصيحة لما قالك أنا مش بديل حد ومش هاعد احتياطي أنا جاي يلعب يعني بس أنا مش بديل حد بالظبط أولا أنا بس الأول عايزة قبل ما يخش في ناصر أنها سيكون صاحب ده وسيكون بديلا لعبدالله السعيد أنا النغمة دي عايزين نبطلها شوية حيث أنه بديل عبدالله السعيد لأنه برضو أنت مش حتطلو عبدالله السعيد لعيب كبير بس عبدالله السعيد بقى لعيب مهم ومؤثر في نهاياته بالظبط لكن برضو مش ما هواش يعني يعني عبدالله السعيد بكل أهميته ما وصلش لأبوتريكا فاهمني أي يعني أنا ما وصلش للخطيب ما وصلش للعلامات الفرقة فأنا مش عايز يبقى السقف بتاع الناصر ماهر النباصص أنه يبقى بديلا لفلان أنا عايز هو يكون في يوم ما الناس يقول كن أنت مين بديل الرجل ده كن أنت مين بديل الرجل ده أي بديل الرجل ده يعني عندك شخصية يعني عندك إخلاص يعني عندك طموح يعني عندك تواضع يعني عندك إدراك للمكان اللي أنت فيه والأهداف اللي مطلوبة منك سمعت له بعد ما تش يترجع على طول كلام بدد بعض القلق الذي بداخليه وهو يتحدث المرة دي يتكلم على الفريق يتكلم على طموحاتنا ولسه عندنا كتير ولسه أنا قدام كتير بدأ يقول النعمة اللي تتمنى أنها تكون عميقة جواه متجزرة جواه لأن ده ما احنا بنقول كفى كلاما عن ما يمكن أن يفعله ناصر ماهر أنت قلت كلمة هاخدها ماهر ناصر ماهر عنده فرصة عارف إيه الفرصة أن مصيره ويده طبعا لأن أنا ممكن أبقى مجتهد بس فرصتي أن حد يشوف اجتهدي لأن فيه ناس تانية أكثر مني نجومية أو أن هي لي معها أكتر أو أن هي تقدر تعبر عني أكتر مصيري مش في إيدي بس أنا لو الناس اعتمدت عليها حنجح طب لما أنا بقى الناس كلها متوسما أنه عندي قدرات بقى الباقي بتاعي كله كل ما يتبقى من أسباب النجاح المطلوبة أو المتوقعة لناصر ماهر كل الأوراق في إيده هو لأن الباقي كله متاح الموهبة متاح القدرة متاح السن متاح النادي متاح المدر متاح قناعة الناس بيه متاحة مش ناقص غير هو عايز إيه عايز يشتغل على نفسه إزاي عايز يحب المكان إزاي عايز يديله إزاي فأصبح ناصر ماهر أمامه فرصة في إيده أرجو يقتنم ترجمة نانسي قنقر